بسم الله الرحمن الرحيم السلام وعركم ورحمة الله وبركاته عندما رأينا الـ Class و Cluster وProperty سنبدأ نعمل أول Class لنا بسم الله هقول له Create Class ودعه اسم وليه يكون Emplated Class نأخذ فيه كل الأفكار اللي احنا عايزين هو Create Class واسمه بس وخلاص على كده وقعت له Run قال لي خلاص الـ Class ده Created Create Class Emplated تمام طوله كويس عشان نحط بقى جواه الـ properties بنقول Create Property Property تمام وبعدها بحدد بقى الـ property بتاعتي مسلا انها هعملها جواه الـ Emplated Emplated وشوف بقى انا عايز اعمل ايه مسلا وليكن انا هحاول طبعا انوع قدري مكان بس ناخد اكبر كم ممكن من الحاجات اللي ممكن او الحاجات اللي ممكن نعملها يعني ممكن اقول له cas employee id under score id مثلا المp id ممكن اقول له ده انا عايز انتجر عادي جدا تمام ممكن اخليه Auto Number ممكن اكون اعايز اعمله Auto Number مثلا خلينا نعمله مثلا Auto Number اعملها زي Auto Number دي Auto Number يعني هادلو default دي default تمام والدفولت دي طبعا لو كابت انا مثلا واحد يبقى خلص طبيعي كل مرة تخش واحد طبعا مش هاز كده طبعا لكن انا هممكن اقول له الديفولت بتاعتها مثلا اه عشان اجيب يو يو اي دي دي فونكشن بتجيب لليه جنريتد اي دي على قول بشكل مباشر تمام حسيب قال ايه ال اي دي بتاع اليوزر دا بيتحط بشكل اوتوماتيك انا زبطا كده طبعا طبعا هلي كريت برو برتي اي دي اي دي فولت هل كاتب حاجنا غلط ولا بتاع ممكن اه دي فولت كده سوري بسم الله طبعا انشان ما حدرناش عن النوع طبعا 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 انا ممكن بعد اصدق اعمل كده يعني اخلي دي الاول اقول بس كريت برو برتي اسمه بل يي ام با اي دي و دي سترنج رن اللي تمام طول ماشي انا بس اخد الامر دا عشان بس انا ماخدنش الامر بس كريت كريت موجودة في الهستيرا عندنا من اول جريت كلاس اخدهم في الاخر بقى في الفايل عشان بس ما نبقاش ايه ضغبتنا الطريق ماشي طبعا انا الوقت عايز ارجع اعدل دي تاني فممكن اقول له التر برو برتي اي دي انا عايز اضيفه ايه عايز اضيفة اي 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 دي تعانيش فرو اس كده oglch explain عايز ارم لخه هي اشتغلت اذبتت معايا اي اي ان انا التي اقبر tive اي دي فولت الفايل الاي دي انا عايز ا ازبطه علي على البرو برتي اللي موجودة ماشي 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 الحب ام حمس ده اضع كده. كريت تاني. لا مش عايز اكسب لين. كريت بروبرتي. انت على النيه? النيم. هادي سترينج. طبع اممكن احدد له ماكسيمم و مينمم. يعني ما ينفعش مسلا اممكن اقول مينمم. مسلا اه. اه. ما حدش يسمو اكتر اربع. لا تلاتة ممكن يجي لغاية تلاتة. والماكسيمم مسلا هقول معانا لغاية مسلا اه خمسين حرف. ما كده من ايه? من ثلاثة لخمسين حرف. طبعا مجد حمالة تران. قال لي خلاص البروبرت دي ادي المنمم الماكسيمم المتحدد. والبروبرت نيم والكلاس دي وكل تمام. طول ماشي. تعالى مثلا اه اخدنا المنمم الماكسيمم. ام. تعالى مثلا ايه? للسلاري مسلا. السلاري. سريعا نخلي float. تمام? float اركام في اكسور. وممكن نحدد لها برضو المنمم الماكسيمم. بس المنمم الماكسيمم مش هتشتغل بقى عدد. بالم standing. man. пойдOh!idi وحما اختنا معي احد واني المزيد من السلاري. هناآه الرغم من الثلاثة. ايه تاني مثلا مثلا مسلا date مثلا ممكن ناخد حاجة date مثلا يقول ايه hire date مثلا hire date طبعه انا بحاول نوع قادرا الامكان عشان ناخد اكبر حاجة ممكن creep property اللي هي date hire date ممكن hire date اقوله مثلا ممكن عمله default برضو دي default بس ان ال default اعيز انادي على حاجة جبل التاريخي اليوم فاقول بسيز date على اساس ان هو ما بيجي بتسجل بيبقى لسه قولهم جاية ان وجده عملنا رن اه مناشي ال default بتحطش كده سوري خلاص عارفنا بقى هرن الاول اكرية الحاجة بعد كده alter property نحطش النوع تاني لكن احد بقى دقية ال default فال default بتعمل في ال update يعني تمام؟ طيب ده بالنسبة لل date bar ده بالنسبة لل date ايه تاني ايه تاني ممكن يكون نعمل على شوية شغل ممكن ال gender مثلا انا بحاول طبعا انوع كتير بحيث انك تتخيل ان انا هستخدم اكبر جمل ممكنة او اكتر جمل ممكنة لو قلت له مثلا ال gender ال gender طبعا هو في الاول في الاخر هو string صح؟ مفيش مشكلة لكن انا عايز احط عليه انه هو ال regular expression من غيرا ما اخوش في regular expression اوه لان regular expression بحرقة واسع وشغلها جميل وهيطول معنا لو فتحنا فيها لكن انا باختصار بحط الكسيم دوله بكتب m وبعمل vertical bar وبكتب f معناها انه ياما ام ياما اف يعني ال gender ده ما بيبالش غير ياما اف ياما بس وخلصنا الكلام تمام؟ مفيش حل تاني اخر يعني مش حل له اخر اا لو وجدنا عملنا كده run طيب برضه ممكن تقول regular expression كده انا اعمل run وارجع على alter وحط regular expression تمام حطينا regular expression ام اا ان تاني مسلا او قاعدين نحط نوتس مسلا على الموظف انكتب ممكن الموتس دي ار كيه string عادي جدا لكن ممكن نحط عليها كلت تمام؟ كلت اقول له مسلا c i c i هنا يعني كيس incense تبقاش حاسي حاطي غروف عشان انا ده بالنسبة لي كلت برضو تحط في الالتر اوكي احنا اصلا كابين التر وهي مش موجودة من اساسه كريم بروبرتي نوتس ماشي عايز عنديها ادي create alter واقول له اللي دوت على c i تمام؟ ايه تاني ممكن يكون عندنا ممكن نعمله طبعا ممكن احط read only وممكن احط mandatory مسلا في اي حاجة انا بعملها مثلا create اا 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 Whoa احتنا وهي اكون اظن مثلا. فون سترينج. تمام? وقت قتم الفون والترون مثلا ايه mandatry. true. تمام ما انا عمل ايه. طبعا ممكن اعملها read only true. مثلا. بس واحد انا اعملها default. سوري. انا عايز اعملو في اعمل واحد بصراحة. بس خلاص. طبعا انا ممكن اقدر اقول دلوقتي مسلا ان ال name تم محطوط لعند اليوزر مسلا. فانا عايز اعدله لا ال name لازم ايه يبقى mandatry. اعطه عادي. اه ممكن مسلا كنا عاملين ال amb id. صح? مسلا عايز ال name نريد only مسلا. اقوله read only. تمام? true. اعملت اقريبا بقى. وهكزا. كده انا اخدنا اغلب الحاجات المهمة جدا 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 جدا. طبعا. كلاس ده تعملو دلوقتي ايه? كلاس ده بكله معموله الكلاستر بتاعه. يعني اللي هو employee. طبعا لو حبنا نشوف. select ولا حاجة. select employee بس. هو فاضي طبعا. مش مشكلة بس ايه? اه هو فاضي. ما فيش لسه ايه حاجة طبعا. من غير قيم انا محتاج ادخل اي insert اي values. عشان ابدأ اشوف. ايه? description بتاعي. بتاعي. مش عابلو عملت. عملت. browse. cluster. دي ما يا ولا لا. باسم الله. يعني هي ماشتايتش معنا ولا دي ولا التانية بس طبعا ده بسبب ان احنا معندناش لسه يعني اي data عشان يحاول ان هو يعرض هالي. فاحنا ان شاء الله اخو بقى اذا اني insert data في ايه? او في cluster ان شاء الله ومنها نجرب تاني select بتاعتنا. لكن لو قلنا list clusters.